الحمد لله رب العالمين في هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة والتعد الاجتماع بالنخيلة في سنة 65 للمسير إلى أهل الشامل الطلب بدم الحسين بن علي وتكاتبوا في ذلك لما قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه في سنة 61 كانت الشيعة قد خذلت وخذلت سيدنا الحسين فلذلك بعد مقتله رضي الله عنه ثابت إليهم أنفسهم وأرادوا أن يكفروا عن هذا الذم لذلك لما قتل الحسين بن علي ورجع ابن زياد من معسكره بن نخيلة فدخل الكوفة تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيرا بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته ومقتله إلى جانبهم لم ينصروا ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم في مقتله إلا بقتل من قتله أو القتل فيه ففزعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة إلى سليمان بن سرد الخزاعي وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسيب بن نجيب الفزاري وكان من أصحاب علي وخيارهم وإلى عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي وإلى عبد الله بن والد تيمي وإلى رفاعة بن شداد البجلي ثم إن هؤلاء النفر الخمسة اجتمعوا في منزل سليمان بن سرد وكانوا من خيار أصحاب علي ومعهم أناس من الشيعة وخيارهم ووجوههم لما اجتمعوا إلى منزل سليمان بن سرد بدأ المسيب بن نجبة القوم بالكلام فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما بعد فإنا قد ابتلين بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن فنرغب إلى ربنا أن لا يجعلنا ممن يقول له غدا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير لذلك فإن أمير المؤمنين قال العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة وليس فينا رجل إلا وقد بلغه وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسنا وتقريض شيعتنا حتى بل الله أخيارنا فوجدنا كاذبين في موطنين من مواطن ابن ابنه نبينا إذن فبدأت الشيعة تتلاوم ولذلك قام رجل بعد رجل حتى قالوا ما في أنفسهم من أمر سيدنا الحسين رضي الله عنه ثم قال أحدهم وإن الرأي أن نولي شيخ الشيعة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا السابقة والقدم سليمان بن سرد المحمود في بأسه ودينه والموثوق بحزمه إذن اتفقوا الشيعة على أن يجعلوا أمرهم إلى سليمان بن سرد لذلك قال حميد بن مسلمة والله إني لشاهد بهذا اليوم يوم ولوا سليمان بن سرد وإن يومئذ لأكثر من مئة رجل من فرسان الشيعة ووجوههم في داره فتكلم سليمان بن سرد فشدد وما زال يردد ذلك القول في كل جمعة حتى حفظته قال فقام خالد بن سعد بن نفيل فقال أما أنا فوالله لو أعلم أن قتل نفسي يخرجني من ذنبي ويرضي ربي لقتلتها ولكن هذا أمر به هذا أمر كان قبلنا ونهينا عنه فأشهد الله ومن حضر من المسلمين أن كلما أصبحت أملكه سوى سلاح الذي أقاتل به عدوي صدقة على المسلمين وما زال الرجل يخرج ويقول مثل ما قال خالد بن سعد بن نفيل وما زال ذلك الأمر حتى قام سليمان بن سرد فكتب به إلى سعد بن حذيف بن اليمن بالمدائن فقرأته الزمان ولا سليمان قال فلما قرأته أعجبني فتعلمت ما نسيته كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إلى سعد بن حذيف ومن قبله من المؤمنين سلام عليكم أما بعد فإن الدنيا دار قد أدبر منها ما كان معروفا وأقبل منها ما كان منكرا وأصبحت قد تنشأت إلى ذي الألباب وأزمع بالترحال منها عباد الله الأخيار وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بجزيل مثوبة عند الله لا تفنى إن أولياءكم من إخوانكم وشيعة آل نبيكم نظروا لأنفسهم فيما ابتلوا به من أمر ابن بنت نبيهم الذي دعا فأجاب ودعا فلم يجب وأراد الرجعة فحبس وسأل الأمان فمنع وترك الناس فلم يتركوه وعدوا عليه فقتلوه ثم سلبوه وجردوه ظلما وعدوانا وغرة بالله وجهلا وبعين الله ما يعلمون وإلى الله ما يرجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إذن كتب من سرد بهذا وبعثه إلى سعد بن حذيف بن اليماني مع عبد الله بن مالك الطائي فبعث به سعد حين قراه إلى من كان بالمدائن من الشيعة فقام عبد الله بن الحنظل الطائي ثم الحر مزي الحز مري فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بعد فإن قد أجبنا إخواننا إلى ما دعونا إليه إذن هكذا كان أمر الشيعة مع سليمان بن سرد ولذلك أجابه سعد بن حذيف بن اليمان بعد أن حمد الله وصلى على نبيه قال كان أول ما ابتدعوا به من أمرهم سنة 61 وهي السنة التي قتل فيها الحسين رضي الله عنه فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال ودعاء الناس في السر من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدم الحسين فكان يجيبهم القوم بعد القوم والنفر بعد النفر فلم يزالوا كذلك وفي ذلك حتى مات يزيد بن معاوية يوم الخميس لأربع عشر ليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة 64 وكان بين قتل الحسين وهلاك يزيد وأمير العراق عبيد الله بن زياد وهو بالبصرة وخليفته بالكوفة فجاء سليمان إلى أصحابه من الشيعة فقالوا قد مات هذا الطاغي والأمر الآن ضعيف فإن شئت وثبنا على عمر بن حريث وأخرجناه من القصر ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين وتتبعنا قتلته ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستأثر عليهم المدفوعين عن حقهم فقالوا في ذلك فأكثروا فقال لهم سليمان بن سرد رويدا لا تعجلوا إني قد نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه ومتى علموا ما تريدون وعلموا أنهم المطلوبون كانوا أشد عليكم ونظرت في من تبعني منكم فعلمت أنهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرهم ولم يشفوا أنفسهم ولم ينكوا في عدوهم وكانوا لهم جرزا ولكن بثوا دعاتكم في المصر فادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعتكم فإني أرجو أن يكون الناس اليوم حيث هلك هذا الطاغية أسرع إلى أمركم استجابة منهم قبل هلاكه ففعلوا إذن ظل هذا الأمر يتصاعد رويدا رويدا ومازال الناس يتكلمون ويعيدون حتى حفظ الناس كلامهم كما قدمنا أن سليمان بن سرد كان يعيد الكلام في كل جمعة حتى حفظه شيعته لذلك وكان إذا اجتمعت إليه جماعة من الناس ووعظهم بدأ بحمد الله وثنا عليه قال وكان يعيد هذا الكلام علينا في كل يوم حتى حفظه عامتنا ووثب الناس على عمر بن حريث عند هلاك يزيد بن معاوية فأخرجوه من القصر واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي وهو دحروجة وهو دحروجة الجعل الذي قال له ابن همام السلولي أشدد يديك بزيد إن ظفرت به واشف الأرامل من دحروجة الجعل وكان كأنه إبهام قصر وزيد مولاه وخازنه فكان يصلي بالناس وبايع علي بن الزبير ولم يزل أصحاب سليمان بن سرد يدعون شيعتهم وغيرهم من أهل مصر هم حتى كثر تبعهم وكان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية أسرع منهم قبل ذلك فلما مضى ستة أشهر من هلاك يزيد قدم المختار بن أبي عبيد الكوفة فقدم في النصف من شهر رمضان يوم الجمعة قال وقدم عبد الله بن يزيد الأنصار ثم الخطمي من قبل عبد الله بن الزبير أميرا على الكوفة على حربها وثغرها إذن عندنا الآن تضارب في الكوفة أولا سليمان بن سرد وشيعته أخرج عمر بن حريد وعندنا المختار بن أبي عبيد المعروف بالكذاب الذي ادعى النبوة وسيأتي أمره إن شاء الله في الدروس القادمة وعندنا عبد الله بن زبير بعث عبد الله بن يزيد الأنصاري إذن قدم معه من قبل ابن الزبير إبراهيم ابن محمد ابن طلحة ابن عبيد الله الأعرج أميرا على خراج الكوفة وكان قدوم عبد الله بن يزيد الأنصاري ثم الخطم يوم الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين وقدم المختار قبل عبد الله بن يزيد وإبراهيم محمد بثمانية أيام ودخل المختار الكوفة وقد اجتمعت رؤوس الشيعة ووجوهها مع سليمان بن سرد فليس يعدلون به فكان المختار إذا دعاهم إلى نفسه وإلى الطلب بدم الحسين قالت له الشيعة هذا سليمان بن سرد شيخ الشيعة قد انقادوا له واجتماعوا عليه فأخذ يقول للشيعة إني قد جئتكم من قبل المهدي محمد بن علي بن الحنيفية مؤتمنا مأمونا منتجبا ووزيرا فوالله ما زال بالشيعة حتى انشعبت إليه طائفة تعظمه وتجيبه وتنتظر أمره وعظمت الشيعة مع سليمان بن سرد فكان سليمان أثقل خلق الله على المختار وكان المختار يقول لأصحابه أتدرون ما يريد هذا يقصد سليمان بن سرد إنما يريد أن يخرج فيقتل نفسه ويقتلكم ليس له بصر بالحروب ولا له علم بها قال وأتى يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم الشيبان عبدالله بن يزيد الأنصاري فقال إن الناس يتحدثون أن هذه الشيعة خارجة عليك مع ابن سرد ومنهم طائفة أخرى مع المختار وهي أقل الطائفتين عددا والمختار فيما يذكر الناس لا يريد أن يخرج حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان بن سرد وقد اجتمع له أمره وهو خارج من أيامه هذا فإن رأيت أن تجمع الشرط والمقاتلة ووجوه الناس ثم تنهض إليهم وننهض معك فإذا دفعت إلى منزله دعوته فإن أجابك فاحبسه وإن قاتلك فقاتله وقد جمعت له وعبأت وهو مغتر هذه كلمة إنسان بصير بأحوال الناس لكن الأمر لا يسلم من قصور من عبدالله بن يزيد إذن ما زال هذا الرجل وهو يزيد بن الحارث يقول لعبد الله فإني أخاف عليك إن هو بدأك وأقررته حتى يخرج عليك أن تشتد شوكته وأن يتفاقم أمره فقال عبدالله بن يزيد الله بيننا وبينهم إنهم قاتلونا قاتلناهم وإن تركونا لم نطلبهم حدثني ما يريد الناس قال يذكر الناس أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي قال فأنا قتلت الحسين لعن الله قاتل الحسين قال وكان سليمان بن سرد وأصحابه يريدون أن يثبوا بالكوفة فخرج عبدالله بن يزيد حتى صعد المنبر ثم قام في الناس فحميد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فقد بلغني أن طائفة من أهل هذا المصر أرادوا أن يخرجوا علينا فسألت عن الذي دعاهم إلى ذلك ما هو فقيل لي زعموا أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي فرحم الله هؤلاء القوم قد والله دللت على أماكنهم وأمرت بأخذهم وقيل أبداهم قبل أن يبدأوك فأبيت ذلك فقلت إن قاتلوني قاتلتهم وإن تركوني لم أطلبهم وعلى ما يقاتلونني فوالله ما أنا قتلت حسين ولا أنا ممن يقاتله ولقد أصبت بمقتله رحمه الله عليه فإن هؤلاء القوم آمنون فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين ليسيروا إلى من قاتل الحسين فقد أقبل إليهم وأنا لهم على قاتله ظاهير هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل خياركم وأماثلكم قد توجه إليكم عهد العاهد به على مسيرة ليلة من جسر منبج وقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بعضكم بعضا ويسفك بعضكم دم بعض فيلقاكم ذلك العدو غدا وقد رققتم وتلك والله أمنية عدوكم إنه قد أقبل إليكم أعدى خلق الله لكم من ولي عليكم هو وأبوه سبع سنين لا يقلعون عن قتل أهل العفاف والدين هو الذي قتلكم ومن قبله أتيتم ومن قبله أتيتم والذي قتل من تثأرون بدمه قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم واجعلوها به ولا تجعلوها بأنفسكم إني لم آلكم نصحى جمع الله لنا كلمتنا وأصلح لنا أئمتنا قال فقام إبراهيم بن طلحة فقال أيها الناس لا يغرنكم من السيف والغشم مقالة هذا المداهن الموادع والله لئن خرج علينا خارج لنقتلنه ولئن استقينا إن قوما يريدون الخروج علينا لنأخذن الوالد بولده والمولود بوالده ولنأخذن الحميم بالحميم والعريف بما في عرافته حتى يدين للحق ويذل للطاعة فوثب إليه المسيب بن نجبة فقطع عليه منطقه ثم قال يا ابن الناكثين أنت تهددنا بسيفك وغشمك أنت والله أذل من ذلك ثم قال أما أنت أيها الأمير فقد قلت قولا سديد وإني والله لأظن من يريد هذا الأمر مستنصحا لك وقابلا قولك فقام إبراهيم محمد بن طلحة إي والله لا يقتلن وقد أدهن ثم أعلن فقام إليه عبد الله بن والد تيمي فقال معتراضك يا أخى بني تيمي بن مرة فيما بيننا وبين أميرنا فوالله ما أنت علينا بأمير ولا لك علينا سلطان إنما أنت أمير الجزية فاقبل على خراجك فلا عمر الله لأن كنت مفسد ما أفسد أمر هذه الأمة إلا والدك وجدك الناكثان فكانت بينهما اليدان وكانت عليهما دائرة السوء قال ثم أقبل موسي بن وجبة وعبد الله بن والد على عبد الله بن يزيد فقال أما رأيك أيها الأمير فوالله إنا لنرجو أن تكون به عند العامة محمودة وأن تكون عند الذي عنيت واعتريت مقبولة فغضب أناس من عمال إبراهيم وشات شاتموا وشتموا الناس فلما سمع ذلك عبد الله بن يزيد نزل ودخل وانطلق إبراهيم محمد وهو يقول قد داهن عبد الله بن يزيد أهل الكوفة والله لا أكتبن بذلك إلى عبد الله ابن الزبي فأتى شبث بن ربعي التميمي وعبد الله بن يزيد فأخبره بذلك فركب به وبيزيد ابن الحارث بن رويم حتى دخل على إبراهيم فحلف له بالله ما أردت بالقول الذي سمعت إلا العافية وصلاح ذات البين ثم إن أصحاب سليمان بن سرد خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين ويتجهزون يجاهرون بجهازهم وما يصلحهم أيضا صار عندنا أيضا فراق الخوارج عبد الله بن الزبير وفي هذه السنة فارق عبد الله بن الزبير الخوارج الذين كانوا قدموا عليه مكة فقاتلوا معه حسين بن نومير السكوني فصاروا إلى البصرة ثم افترقت كلمتهم فصاروا أحزابا وسبب فراقهم الذي من أجله تفارق قال لما ركب ابن زياد من الخوارج بعد قتل أبي بلال ما ركب وكان قبل ذلك لا يكف عنهم ولا يستبقيهم غير أنه بعد قتل أبي بلال تجرد لاستئصالهم وهلاكهم واجتمعت الخوارج حين ثار بن الزبير بمكة وسار إليه أهل الشام فتذاكروا أتى إليهم فقال لهم نافع بن الأزرق إن الله قد أنزل عليكم الكتاب وفرض عليكم فيه الجهاد واحتج عليكم بالبيان وقد جرد فيكم السيوف أهل الظلم وأولو العدى والغشب وهذا من قد ثار بمكة فاخرجوا بنا نأتي البيت ونلقى هذا الرجل فلما دخلوا إلى عبد الله بن الزبير سر بمقدمهم ونبأهم أنه على رأيهم وأعطاهم الرضا من غير توقف ولا تفتيش أي أن الخوارج لم يسألوه وهو لم يسألهم فكأنهم اتفقوا في الظاهر فقط فقاتلوا معه حتى مات يجيد بالمعاوية وانصرف أهل الشام عن مكة ثم إن القوم لقي بعضهم بعضا فقالوا إن هذا الذي صنعتم أمس بغير رأي ولا صواب من الأمر تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله ليس على رأيكم إنما كان أمس قاتلكم هو وأبوه ينادي يا لثارات عثمان فأتوه وسألوه عن عثمان فإن برئ منه كان وليكم وإن أبا كان عدوكم فمشوا نحوه فقالوا له أيها الإنسان إن قد قتلنا معك ولم نفتشك عن رأيك حتى نعلم أمنا أنت أم من عدونا خبرنا ما مقالتك في عثمان فنظر فإذا من حوله من أصحابه قليل فقال لهم إنكم أتيتموني فصادفتموني حين أردت القيام ولكن روحوا إلى العشي حتى أعلمكم من ذلك الذي تريدون فانصرفوا وبعث إلى أصحابه فقال إلبسوا السلاح واحضروني بأجمعكم العشية ففعلوا وجاءت الخوارج وقد قام أصحابه حوله صماطين عليهم السلاح وقامت جماعة منهم عظيمة على رأسه بأيديهم الأعمدة فقال ابن الأزرق لأصحابه خشي الرجل غائلتكم وقد أزمع بخلافكم واستعد لكم ما ترون فدن منه ابن الأزرق فقال له يا ابن الزبير اتق الله ربك وأبغض الخائن المستأثر وعاد أول من سن الضلالة وأحدث الأحداث وخالف حكم الكتاب فإنك إن تفعل ذلك ترضي ربك وتنجو من العذاب الأليم نفسك وإن تركت ذلك فأنت من الذين استمتعوا بخلاقهم وأذهب في الحياة الدنيا طيباتهم يا عبيدة بن هلال صف لهذا الإنسان ومن معه أمرنا الذي نحن عليه والذي ندعو الناس إليه فتقدم عبيدة بن هلال قال وكان قال أنا والله شاهد يقول رجل من خثعم أنا والله شاهد عبيدة بن هلال إذ تقدم فتكلم فما سمعت ناطقا قط ينطق قان أبلغ ولا أصوب قولا منه وكان يرى رأي الخوارج قال وإن كان لا يجمع القول الكثير في المعنى الخطير في اللفظ اليسير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وإخلاص الدين فدع إلى ذلك فأجابه المسلمون فعمل فيهم بكتاب الله وأمره حتى قابضه الله إليه صلى الله عليه وسلم واستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبو بكر عمر فكلاهما عمل بالكتاب وسنة رسول الله فالحمد لله رب العالمين ثم إن الناس استخلفوا عثمان بن عفان فحمل أحماء وآثر القربة واستعمل الفتى ورفع الدرة ووضع الصوت ومزغ الكتاب وحقر المسلم وضرب منكر الجو وآوى طريد الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب السابقين بالفضل وسيرهم وحرمهم ثم أخذ فيء الله الذي أفاءه عليهم فقسمه بين فساق قريش ومجان العرب فسارت إليه طائفة من المسلمين أخذ الله ميثاقهم على طاعته لا يبالون في الله لوم تلائم فقتلوه فنحن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه براء فما تقول أنت يا ابن الزبير فحمد الله ابن الزبير وأثنى عليه ثم قال أما بعد فقد فهمت الذي ذكرتم وذكرت به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قلت صلى الله عليه وسلم وفوق ما وصفت وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر وقد وفقت وأصبت وقد فهمت الذي ذكرت به عثمان بن عفان رحمه الله تعالى وإني لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بابن عفان وأمره مني كنت معه حيث نقم القوم عليه واستعتبوه فلم يدع شيئا استعتبه القوم فيه إلا أعتبهم منه ثم إنهم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه فيهم يأمر فيه بقتلهم فقال لهم ما كتبته فإن شئتم فهاتوا بينتكم فإن لم تكن حلفت لكم فوالله ما جاءوه ببينه ولستحلفوه وثبوا عليه فقتلوه وقد سمعت ما عبته به فليس كذلك بل هو لكل خير أهل وأنا أشهدكم ومن حضر أني ولي لابن عفان في الدنيا والآخرة وولي أوليائه وعدو أعدائه قالوا فبرئ الله منك يا عدو الله قال فبرئ الله منكم يا أعداء الله وتفرق القوم فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي وعبد الله بن صفار السعدي من بني سريم بن مقاعس وعبد الله بن إيباط أيضا من بني سريم وحنظلة بن بيهس وبن الماحوز عبد الله وعبيد الله والزبير من بني سليط بن يربع حتى أتوا البصرة وانطلق أبو طالوت من بني مازين بن مالك بن صعب بن علي بن مالك بن بكر بن وائل وعبد الله بن ثور أبو فديك من بني قيس بن ثعلب وعطي بن الأسود ليشكري إلى اليمامة فوثبوا باليمامة مع أبي طالوت ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن عامر الحنفي فأما البصريون منهم فإنهم قدموا البصرة وهم مجمعون على رأي أبي بلال قال فلما اجتمع أهل البصرة أنهم اجتمعوا فقالت العامة منهم لو خرج منا خارجون في سبيل الله فقد كانت منا فترة منذ خرج أصحابنا فيا قوم علماؤنا في الأرض فيكون مصابيح الناس يدعونهم إلى الدين ويخرج أهل الورع والاجتهاد فيلحقون بالرب فيكون شهداء مرزوقين عند الله أحياء فانتدب لها نافع بن الأزرق فاعتقد على ثلاثمائة رجل فخرج وذلك عند وثوب الناس بعبيد الله بن زياد وكسر الخوارج أبواب السجون وخروجهم منها واشتغل الناس بقتال الأزد وربيع وبني تيم وقيس في دم مسعود بن عم فاغتنم الخوارج اشتغال الناس بعضهم ببعض فتهيأوا واجتمعوا فلما خرج نافع بن الأزرق تبعوه واستلح أهل البصرة على عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب يصلي بهم وخرج بن زياد إلى الشام واستلحت الأزد وبن تميم فتجرد الناس للخوارج فأتبعوهم وأخافوهم حتى خرج من بقي منهم بالبصرة فلحق بابن الأزرق إلا قليل منهم ممن لم يكن أراد الخروج يومه ذلك منهم عبد الله بن صفار وعبد الله بن إباض ورجال معهما على رأيهما ونظر نافع بن الأزرق ورأ أن ولاية من تخلف عنه لا تنبغي وأن من تخلف عنه لا نجاة له فقال لأصحابه إن الله قد أكرمكم بمخرجكم وبصركم ما عمي عنه غيركم ألستم تعلمون أنكم إنما خرجتم تطلبون شريعته وأمره فأمره لكم قائد والكتاب لكم إمام وإنما تتبعون السنانه وأثره فقالوا بلى فقال ليس حكمكم في وليكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في وليه وحكمكم في عدوكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في عدوه وعدوكم اليوم عدو الله وعدو النبي صلى الله عليه وسلم كما أن عدو النبي صلى الله عليه وسلم هو عدو الله وعدوكم اليوم فقالوا نعم قال فقد أنزل الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فقد حرم الله ولايتهم والمقام بين أظهرهم وإجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم وقبول العلم الدين عنهم ومزال نافع بن الأزرق يعظهم ويعلمهم حتى أرسل إلى عبد الله بن صفار وعبد الله بن إباض ومن قبلهم من الناس سلام على أهل الطاعة الله من عباد الله فإن من الأمر كيت وكيت فقص هذه القصة ووصف هذه الصفة ثم بعث بالكتاب إليهما فأتيا به فقره عبد الله بن صفار فأخذه فوضعه خلفه فلم يقره على الناس خشيتان يتفرقوا ويختلفوا فقال له عبد الله بن إباض ما لك لله أبوك أي شيء أصبت أأقد أصيبت إخواننا أو أسر بعض فدفع الكتاب إليه فقرأه فقال قاتله الله أي رأي رأى صدق نافع بن الأزرق لو كان القوم مشركين كانت صواب الناس رأيا وحكما فيما يشير به وكانت سيرة كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين ولكن قد كذب وكذبنا فيما يقول إن القوم كفار بالدعم والأحكام وهم برآوا من الشرك ولا تحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك من أموالهم فهو علينا حرام فقال ابن صفار بري الله منك فقد قصرت وبرئ الله من ابن الأزرق فقد غلأ بري الله منكما جميعا وقال الآخر فبرئ الله منك ومنه وتفرق القوم واشتدت شوكة الأزارق وكثرت جموعه وأقبل نحو البصرة وتفرق القوم واشتدت شوكة ابن الأزرق وكثرت جموعه وأقبل نحو البصرة حتى دنى من الجسر فبعث ليه عبد الله ابن الحارث مسلم ابن عبيس ابن كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد الشمس ابن عبد ملاف في أهل البصرة إذن هكذا كان من الخوارج وسيأتي في الدروس القادمة ما الذي حدث بينهما وما حدث فيهم أما المختار ابن أبي عبي فإنه قدم في النصف من شهر رمضان من هذه السنة وكان مقدمه أي المختار ابن أبي عبي الكوفة يقول النظر بن صالح كانت الشيعة تشتم المختار وتعتبه لما كان منه في أمر الحسن بن علي يوم طعن في مظلم صابات فحمل إلى أبيض المداء حتى إذا كان زمن الحسين وبعث الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة نزل دار المختار وهي اليوم دار سلم بن المسيم فبايعه المختار ابن أبي عبي في من بايعه من أهل الكوفة وناصحه ودعا إليه من أطاعه حتى خرج ابن عقيل يوم خرج والمختار في قرية له بخطرنية تدعى اللقفة فجاءه خبر ابن عقيل عند الظهر أنه قد ظهر بالكوفة فلم يكن خروجه يوم خروجه على ميعاد من أصحابه وإنما خرج حين قيل له إن هاني بن عروى المرادي قد ضرب وحبس فأقبل المختار في موالي له حتى انتهى إلى باب الفين بعد الغروب وقد عقد عبيد الله بن زياد لعمر بن حريث راية على جميع الناس وأمره أن يقعد لهم في المسجد فلما كان المختار وقف على باب الفين مر به هاني بن أبي حية الوادعي فقال للمختار ما وقوفك هاهنا لا أنت مع الناس ولا أنت في رحله قال أصبح رأيي مرتجعا لعظم خطيئتكم فقال له أظنك والله قاتلا نفسك فما دخل على عمر بن حريث فأخبره بما قال قال للمختار وما رد عليه المختار يقول كنت جالسا عند عمر بن حريث حين بلغه هاني ابن أبي يحيى عن المختار هذه المقالة فقال لي قم إلى ابن عمك فأخبره أن صاحبه لا يدري أين هو فلا يجعلن على نفسه سبيلا فقمت لآتيه ووثب إليه زائد من قدام بن مسعود فقال له يأتيك على أنه آمن فقال له عمر بن حريث أما مني فهو آمن وإن رقى إلى الأمير عبيد الله بن زياد شيء من أمره أقمت له بمحضره الشهادة وشفعت له أحسن الشفاعة فقال له زائد بن قدام لا يكونن مع هذا إن شاء الله إلا خير قال عبد الرحمن فخرجت وخرج معي زائد إلى المختار فأخبرناه بمقولة ابن أبي حية وبمقولة عمر بن حريث ونشدناه بالله ألا يجعل على نفسه سبيلا فنزل إلى ابن حريث فسلم عليه وجلس تحت رايتي حتى أصبح وتذاكر الناس أمر المختار وفعله فمشى عمارة بن عقب بن أبي معيط بذلك إلى عبيد الله بن زياد فذكر له فلما ارتفع النهار فتح باب عبيد الله بن زياد وآذينا للناس ودخل المختار في من دخل فدعاه عبيد الله فقال له أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل فقال له لم أفعل ولكني أقبلت ونزلت تحت رايتي عمر بن حريث وبدت معه وأصبحت فقال له عمر صدق أصلاحك الله قال فرفع القضيب فاعترض به وجه المختار فخبط به عينه فشترها وقال أولى لك أما والله لو لا شهادة عمر لك لضربت عنقك انطلق به إلى السجن فانطلقوا به إليه فحبس فيه فلم يزل في السجن حتى قتل الحسين ثم إن المختار بعث إلى زائد بن قدامة فسأله أن يسير إلى عبد الله بن عمر بالمدينة فيسأله أن يكتب له إلى يزيد بن معاوية فيكتب إلى عبيد الله بن زياد بتخلية سبيله فركب زائدة إلى عبد الله بن عمر فقدم عليه فبلغه رسالة المختار وعلمت صفية أخت المختار بمحبس أخيها وهي تحت عبد الله بن عمر فبكت وجزعت فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر كتب مع زائد إلى يزيد بن معاوي أما بعد فإن عبيد الله بن زياد حبس المختار وهو صهري وأنا أحب أن يعافي ويصلح من حاله فإن رأيت رحم الله وإياك أن تكتب إلى ابن زياد فتأمره بتخليته فعلت والسلام عليه فمضى زائد إلى رواحله بالكتاب حتى قدم به على يزيد بالشام فلما قرأه ضحك ثم قال يشفع أبو عبد الرحمن وأهل ذلك هو فكتب له إلى ابن زياد أما بعد فخلي سبيل المختار بن أبي عبيد حين تنظر في كتاب والسلام عليه فأقبل به زائد حتى دفعه فدعى ابن زياد بالمختار فأخرجه ثم قال له قد أجلتك ثلاثا فإن أدركتك بالكوف بعدها قد برئت منك الذمة فخرج إلى رحله وقال ابن زياد والله لقد اشترى علي زائد حين يرحل إلى أمير المؤمنين حتى يأتيني بالكتاب في تخلية رجل قد كان من شأن أن أطيل حبسه علي به فمر به عمر بن نافع أبو عثمان كاتب لابن زياد وهو يطلب وقال له النجاء بنفسك وأذكرها يدا لي عندك قال فخرج زائد فتوارى يومه ذلك ثم إنه خرج في أناس من قومه حتى أتلقى قاع بن شور الذهلي ومسلم ابن عمر الباهلي فأخذ له من ابن زياد الأمان إذن ولما كان اليوم الثالث خرج المختار إلى الحجاز قال فقال الصقعب ابن زهير عن ابن عرق مولى لثقيف أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبسيطة من وراء واقصة استقبلت المختار من أبا عبيد خارجا يريد الحجاز حين خلى سبيله ابن زياد فلما استقبلته رحبت به وعطفت إليه فلما رأيت شتر عينه استرجعت له وقلت له بعدما توجعت له ما بال عينك صرف الله عنك السوء فقال خبط عيني ابن الزانية بالقضيب خبطة صارت إلى ما ترى فقلت له ما له شلت أنامله فقال المختار قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله وأعضاءه إربا إربا قال فعجبت لمقالتي فقلت له ما علمك بذلك رحمك الله فقال لما أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقه قال ثم طفق يسألني عن عبد الله بن الزبيل فقلت له لجأ إلى البيت فقال إنما أنا عائد برب هذه البنية والناس يتحدثون أنه يبايع سر ولا أراه إلا لو قد اشتدت شوكته واستكثف من الرجال إلا سيظهر الخلاف قال أجل لا شك في ذلك أما إنه رجل العرب اليوم أما إنه إن يخطط في أثر ويسمع قولي أكف أكفه أمر الناس وإن لا يفعل فوالله ما أنا بدون أحد من العرب يا ابن عرق إن الفتنة قد أرعدت وأربرقت وكان قد انبعثت فوطئت في خطامها فإذا رأيت ذلك وسمعت بي بمكان قد ظهرت فيه فقل إن المختار في عصائبه من المسلمين يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطف سيد المسلمين هو ابن سيدها الحسين بن علي فوربك لا أقتلن بقتله عدة القتلة التي قتلت على دم يحيى بن زكريا عليه السلام فقلت له سبحان الله وهذه أعجوبة مع الأحدوثة الأولى فقال هو ما أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقة ثم حرك راحلته فمضى ومضيت معه ساعة أدعو الله له بالسلامة وحسن الصحابة ثم قلت في نفسي هذا الذي يذكر لي هذا الإنسان يعني المختار مما يزعم أنه كائن أشيء حدث به نفسه فوالله ما اطلع الله على الغيب أحدا وإنما هو شيء يتمناه فيرى أنه كائن فهو يوجب رأيه فهذا والله الرأي الشعاع فوالله ما كان ما يرى الإنسان أنه كائن يكون فوالله ما ميت حتى رأيت كل ما قاله فوالله لئن كان ذلك من علم ألقي إليه لقد أثبت له ولئن كان ذلك رأيا رآه وشيئا تمناه لقد كان يقول ابن عرق فحدثت بهذا الحديث الحجاج بن يوسف فضحك ثم قال لي إنه كان يقول أيضا ورافعة ذيلها وداعية ويلها بدجلة أو حولها فقلت له أترى هذا شيء كان يخترعه وتخرصا يتخرصه أم هو من علم كان أوتيه فقال والله ما أدري ما هذا الذي تسألني عنه ولكن لله دره أي رجل دنيا ومسعر حرب ومقارع أعداء كان فقال عباس بن سهل بن سعد قدم المختار علينا مكة فجاء إلى عبد الله بن زبير وأنا جالس عنده فسلم عليه فرد عليه بن زبير ورحب به وأوسع له ثم قال حدثني عن حال الناس بالكوفة يا أبا إسحاق قال هم لسلطانهم في العلانية أولياء وفي السر أعداء فقال له بن زبير هذه صفة عبيد السوء إذا رأوا أربابهم خدموهم وأطاعوهم فإذا غابوا عنهم شتموهم ولعنوهم قال فجلس معنا ساعة ثم إنه مال إلى بن زبير كأنه يسار فقال له ما تنتظر أبسط يدك أبايعك واعطني ما يرضينا وثب على الحجاج فإن أهل الحجاج كلهم معك وقام المختار فخرج فلم يرى حولا ثم إني بينما أنا جالس مع ابن الزبير إذ قال لي ابن الزبير متى عهدك بالمختار ابن أبي عبيد فقلت له ما لي به عهد مضرأيت عندك عام أول فقال أين تراه ذهب لو كان بمكة لقد رؤي بها بعد فقلت له إني صرفت إلى المدينة بعد إذ رأيت عندك بشهر أو شهرين فلبثت بالمدينة أشهر ثم إني قدمت عليك فسمعت نفرا من أهل الطائف جاءوا معتمرين يزعمون أنه قدم عليهم الطائف ويزعم أنه صاحب الغضب ومبير الجبارين قال قاتله الله لقد انبعث كذابا متكحنا إن الله إن يهلك الجبارين يكون المختار أحدهم فوالله ما كان إلا ريث فراغنا من منطقنا حتى عنا لنا في جانب المسجد فقال ابن الزبير اذكر غائبا تره أين تظنه يهوى قال أظنه يريد البيت فأتى البيت فاستقبل الحجر ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين عند الحجر ثم جلس فملبث أن مر به رجال من معارفه من أهل الطائف وغيرهم من أهل الحجاز فجلسوا إليه واستبطأ ابن الزبير قيامه إليه فقال ما ترى شأنه لا يأتينا قال لا أدري وسأعلم لك علمه قال ما شئت وكان ذلك أعجبه فقمت فمرت به فكأني أريد الخروج من المسجد ثم التفت إليه فأقبلت نحوه ثم سلمت عليه ثم جلست إليه فأخذت بيده فقلت له أين كنت؟ أين بلغت بعدي؟ أبالطائف كنت؟ فقال لي كنت بالطائف وغير الطائف وعمس علي أمره فملت إليه فناجيته فقلت له مثلك يغيب عن مثل ما قد اجتمع عليه أهل الشرف وبيوتات العرب من قريش والأنصار وثقيف لم يبقى أهل بيت ولا قبيلة إلا وقد جاء زعيمهم وعميدهم فبايع هذا الرجل فعجبا لك ولرأيك أن لا تكون أتيته فبايعته وأخذت بحظك من هذا الأمر فقال لي وما رأيتني أتيته العام الماضي فأشرت عليه بالرأي فطوى أمره دوني وإني لما رأيته استغنى عني أحببت أن أريه أني مستغن عنه إنه والله له وأحوج إلي مني إليه فقلت له إنك كلمته بالذي كلمته وهو ظاهر في المسجد وهذا الكلام لا ينبغي أن يكون إلا والستور دونه مرخاه والأبواب دونه مغلقة إلقيه الليلة إن شئت وأنا معك فقال لي فإني فاعل إذا صليت العتم أتيناه واتعدنا الحجر قال فنهضت من عندي فخرجت ثم رجعت إلى ابن الزبيت فأخبرته بما كان من قولي وقوله فسر بذلك فلما صلينا العتمة التقينا بالحجر ثم خرجنا حتى أتينا منزل ابن الزبيت فاستأذننا عليه فأذن لنا فقلت أخليكما فقال جميعا لا سر دونك فجلست فإذا ابن الزبيت قد أخذ بيده فصافحه ورحب به فسألوا عن حاله وعن أهل بيته وسكت جميعا غير طويل فقال له المختار ونسمع بعد أن تبدأ في أول منطقه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه لا خير في الإكثار من المنطق ولا في التقصير عن الحاجة إني قد جئتك لأبايعك على أن لا تقضي الأمور دوني وعلى أن أكون في أول من تأذن له وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك فقال له ابن الزبيت مبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وشر غلمان أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لي في هذا الأمر من الحظ ما ليس لأقصى الخلق منك لا والله لا أبايعك أبدا إلا على هذه الخصال قال عباس من سهل فالتقمت أذن ابن الزبيت فقلت له اشتر منه دينه حتى ترى من رأيك فقال له ابن الزبيت فإن لك ما سألته فبسط يده فبايعه ومكث معه حتى شاهد الحصار الأول حين قدم الحسين بن نمير السكون مكة فقال في ذلك اليوم فكان من أحسن الناس يومئذ بلاء وأعظمهم غناء فلما قتل المنذر بن الزبيت والمسور بن مخرم ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري نادى المختار يا أهل الإسلام إلي إلي أنا ابن أبي عبيد بن مسعود وأنا ابن الكرار للفرار أنا ابن المقدمين غير المحجمين إلي يا أهل الحفاظ وحماة الأوتار فحمى الناس يومئذ وأبلى وقاتل قتالا حسنا ثم قام مع ابن الزبيد في ذلك الحصار حتى كان يوم أحرق البيت فإنه أحرق يوم السبت لثلاث مضين من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين فقاتل المختار يوم إذن في عصابة معه نحو من ثلاثمائة أحسن قتال قاتله أحد من الناس إن كان ليقاتل حتى يتبلد ثم يجلس ويحيط به أصحابه فإذا استراحن هذا فقاتل فما كان يتجه نحو طائفة من أهل الشام إلا ضاربهم حتى يكشفهم وقال عباس بن سهل تولى قتال أهل الشام يوم تحريق الكعب عبد الله بن مطيع وأنا والمختار فما كان فينا يومئذ رجل أحسن بلاء من المختار وقاتل قبل أن يطلع أهل الشام على موت يزيد بن معاوية بيوم قتال شديد وذلك يوم الأحد لخمس عشرة ليلة مضت من ربيع الآخر سنة أربع وستين وكان أهل الشام قد رجوا أن يظفروا بنا وأخذوا علينا سكك مكة قال وخرج ابن الزبير فبايعه رجال كثير على الموت قال فخرجتم في عصابة معي أقاتل في جانبه والمختار في عصابه عبد الله بن مطيع في جانبه فما زال هذا الأمر بينهم ومشى المختار إلى صاحبه فقاتله ثم صحنا بأصحابنا وشددنا عليهم ومزال المختار يقاتل معهم وأقام المختار مع ابن الزبير حتى هلك يزيد بن معاوية وانقض الحصار ورجع أهل الشام إلى الشام واصطلح أهل الكوفة على عامر بن مسعود بعدما هلك يزيد يوصل بهم حتى يجتمع الناس وقال سعيد بن عمر بن العاص قال والله إني لمع عبد الله بن الزبير ومعه عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف ونحن طوفوا بالبيت إذ نظر ابن الزبير فإذا هو بالمختار فقال ابن صفوان انظر إليه فوالله له أحذر من ذئب قد أطافت به السباع فمضى ومضينا معه فلما قضينا طوافنا وصلينا الركعتين بعد الطواف لحقنا المختار فقال ابن صفوان ما الذي ذكرني به ابن الزبير فكتمه فقال لم يذكرك إلا بخير قال بلى والله بلى ورب هذه البنية إن كنت لمن شأنكما أما والله لا يخطن في أثري أو لا يقدني عليه السعر فقام معه خمسة أشهر فلما رأه لا يستعمله جعل لا يقدم عليه أحد من الكوفة إلا سأله عن حال الناس وهيئتهم قال فقال إن هان بن بحي الوادع قدم مكة يريد عمرة رمضان فسأله المختار عن حاله وحال الناس بالكوفة وهيئتهم فأخباره عنهم بصلاح واتساق على طاعة ابن الزبير إلا أن طائفة من الناس إليهم عدد أهل المصر لو كان لهم رجل يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يوم ما فقال له المختار أنا أبو إسحاق أنا والله لهم أنا أجمعهم على مر الحق وأنفي بهم ركبان الباطل وأقتل بهم كل جبال عني فقال له هان ويحك يا ابن أبي عبيد استطعت أن لا تضع في الضلال ليكن صاحبهم غيرك فإن صاحب الفتن أقرب شيء أجل وأسوأ الناس عملا فقال له المختار أني لا أدعو إلى فتنة إنما أدعو إلى الهدى والجماعة ثم وثب فخرج وركب رواحله فأقبل نحو الكوفة حتى كان بالقرعاء لقيه سلامة بن مرثد وكان من أشجاع العرب وكان ناسكا فلما التقي تصافح وتساءل فخبره المختار ثم قال لسلامة بن مرثد حدثني عن الناس بالكوفة قالهم كغنم ضل راعيها فقال المختار أن الذي أحسن رعايتها وأبلغ نهايتها فقال سلام اتق الله وأعلم أنك ميت مبعوث ومحاسب مجزي بعملك إن خيرا فخير وإن شارا فشر ثم افترق وأقبل المختار حتى انتهى إلى بحر الحيرة يوم الجمعة فنازل فاغتسل فيه ودهن دهنا يسيرا ولبس ثيابه واعتم وتقلد سيفه ثم ركب راحلة فمر بمسجد السكون وجبانة كندة لا يمر مجلس إلا سلم على أهله أبشروا بالنصر والفلج أتاكم ما تحبون وأقبل حتى مر بمسجد بني ذهب وبني حج فلم يجد ثم أحد ووجد الناس قد راحوا إلى الجمعة فأقبل حتى مر ببني بداء فوجد عبيدة بن عمر البدي من كد فسلم عليه وقالوا أبشر بالنصر واليسر والفرج وما زال هكذا يمر على مسجد مسجد وعلى حلقة حلقة وهو يبشرهم حتى قال فإن المهدي بن الوصي محمد بن علي بعثني إليكم أمينا ووزيرا ومنتخبا وأميرا وما زال يقول لهم أنه رسول من عند محمد ابن علي المعروف بابن الحنفية ثم أن سليمان بن سرد يرحمنا الله وإياه إنما هو عشامة من العشب وحفش بال ليس بذي تجربة للأمور ولا له علم بالحروب إنما يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم إنما أعمل على مثال قد مثل لي وأمر قد بيّن لي فيه عز وليكم وقتل عدوكم وشفاء صدوركم فاسمعوا مني قولي وأطيعوا أمري ثم أبشروا وتباشروا فإني لكم بكل ما تأملون خير زعيم هكذا كان يقول لهم وهكذا كان يمنيهم لذلك كان سليمان بن سرد أثقل خلق الله على المختار وقد اجتمع لابن سرد يومئذ أمره وهو يريد الخرود والمختار لا يريد أن يتحرك ولا أن يهيج أمرا حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان فلما خرج سليمان بن سرد ومضى نحو الجزيرة قال عمر بن سعد بن أبي وقاس وشبث بن ربعي ويزيد بن الحارث بن رويم لعبد الله بن يزيد الخطمي وإبراهيم محمد بن طلحة بن عبيد الله إن المختار أشد عليكم من سليمان بن سرد إن سليمان لما خرج يقاتل عدوكم ويذلله لكم وقد خرج عن بلادكم وإن المختار إنما يريد أن يثب عليكم في مصركم فيسيروا إليه فأوثقوه في الحديد وخلدوه في السجن حتى يستقيم أمر الناس أما إبراهيم بن محمد فقال لعبد الله بن يزيد شد كتافا ومشيه حفيا فقال له عبيد الله سبحان الله ما كنت لأمشيه ولا لأحفيه ولو كنت لأفعلن هذا برجل لم يظهر لنا عداوة ولا حرب إنما أخذناه على الظن ومزال هكذا يقولون لذلك قال دخلت إليه مع حميد ابن مسلم الأزدي نزوره ونتعاهده فرأيته مقيدة يعني المختار بن أبي عبيد فسمعت يقول ما ورب البحار والنخيل والأشجار والمهامه والقفار والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيار لاقتلن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار في جموع من الأمصار ليسوا بميل أغمار ولا بعزل أشرار حتى إذا أقمت عمود الدين وربأت شعب صدع المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت بثأر النبيين ولم يكبر على زوال الدنيا ولم أحفل بالموت إذ أتى فكان إذا أتيناه وفي السجن رددنا عليه هذا القول حتى خرج منه وكان يتشجع لأصحاب بعدما خرج ابن السرد وفي هذه السنة هدم ابن زبير الكعبة كانت قد مالت حيطان مما رميت به من حجارة المجانيق فذكر محمد بن عمر الواقدي قال هدم ابن زبير البيت حتى سواه بالأرض وحفر أساسه وأدخل الحجر فيه وكان ناس يطفون من وراء الأساس ويصلون إلى موضعه وجعل الركن اليماني عنده في تابوت في سرقة من حريث وجعل ما كان من حلي البيت وموجد فيه من ثياب أو طيب عند الحجبة في خزانة البيت حتى أعادها لما أعاد بناءه وقال الواقدي عن عبد الله عن معقل بن عبد الله عن عطاء قال رأيت ابن الزبير هدم البيت كل حتى وضعه بالأرض وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير وكان عامله على المدينة فيه أخوه عبيدة بن الزبير وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمي وعلى قضائها سعيد بن نمران وأبى شريحا يقضي فيها وقال فيما ذكر عنه أنا لا أقضي في الفتنة وعلى البصرة عمر بن عبيد بن معمر التيمي وعلى قضائه شام بن هبيرة وعلى خرسان عبد الله بن خازم وصلى الله وسلم على محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة